بعد إعلان إيران تسليم ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي، توقع مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة الواشنطن بوست أن ترد إدارة الرئيس جو بايدن على نص مسودة الاتحاد الأوروبي حول أحياء الاتفاق النووي مع إيران اليوم الأربعة، فيما تسعى إسرائيل لثني الولايات المتحدة عن العودة إلى هذا الاتفاق. المسؤولون الأمريكيون رجحوا أن تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في فيينا لوضع التفاصيل النهائية على الاتفاق المحتمل، لافتين إلى قرب توقيع الاتفاق خلال المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق من يوم الثلاثة، قال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته لوكالة رويترز إن إيران تخلت عن شروط أساسية في مسعى منها لإحياء الاتفاق النووي، بما فيها مطلب إنهاء تحقيق الوكالة الدولية في اكتشاف آثار يورانيوم بمواقع إيرانية غير معلنة. إلى ذلك دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التوقيع على الاتفاق مع إيران. بينت قال في سلسلة تغريدات على تويتر إن بلاده لن تلتزم بأي من القيود الناشئة عن الاتفاق، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمنع تقدم البرنامج النووي الإيراني، لأنها ليست طرفاً في الاتفاق. معتبراً أن الاتفاق يمكن إيران من تطوير وتركيب أجهزة الطرد المركزي دون أي قيود في غضون عامين تقريباً. وكانت إيران قد سلمت ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الأسبوع الماضي، فيما أعلنت واشنطن أنها تسلمت الرد، وتنظر فيه بالتشاور مع حلفائها. ترجمة نانسي قنقر